الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي خامس اليوم بدنا ناخد درسنا وهو صلاة الجماعة يتحدث عن صلاة يتحدث درسنا عن صلاة الجماعة صلاة الجماعة طبعاً بنعرف يا خامس إنه أكثر شيء الناس بتصليها يوم الجمعة يوم الجمعة بتروحوا مع أبوكوا على المسجد بتصلوا صلاة الجماعة يعني مع بعض طيب بدنا نعرف شي يعني صلاة الجماعة بدنا نعرف كمان هل صلاة الجماعة تصلى يعني أنت ومجموعة كبيرة أو اثنين اثنين بنسميها صلاة جماعة وثلاثة بنسميها صلاة جماعة طيب خلينا نتعرف على هذه الأشياء طبعاً يحرص المسلم أو المسلمون على صلاة الجماعة يؤدونها في المسجد وقد تؤدى في البيت فما فضل صلاة الجماعة يعني صلاة الجماعة بنؤديها في المسجد وممكن أن نؤديها في البيت وفي أماكن أخرى رح نتحدث عنها الآن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال؟ قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة شو يعني صلاة الجماعة تفضل أي أنها أفضل من صلاة الفذ يعني المسلم وحده الفذ يعني المسلم وحده الفرد بسبع وعشرين درجة بسبع وعشرين درجة يعني تعادل سبع وعشرين درجة عند الله تعالى صلاة الجماعة أن يؤدي المسلم الصلاة مع غيره تفضل أي تزيد في الأجر والثواب صلاة الفذ يعني صلاة المسلم وحده طيب بدنا نتعرف الآن على صلاة الجماعة وكيف تؤدى هل تصح صلاة الجماعة بالإمام مع شخص فأكثر إذن صلاة الجماعة بصح أني أصليها مع الإمام مع شخص أو أكثر يعني أنت والإمام وشخص ثالث تكفي لأن تسمى صلاة الجماعة هيك بتكون هاي صلاة الجماعة لماذا يحرص المسلمون على صلاة الجماعة؟ ليش بيحرص المسلمون على أنهم يصلوا صلاة الجماعة؟ الآن حكيناها لأنها تفضل عن صلاة الفذ أو المسلم المنفرد بسبع وعشرين درجة طيب وين ممكن أن نصليها يا خامس؟ أين يمكن أن نصليها؟ في المدرسة وفي البيت وفي مكان العمل أو أي مكان مناسب ولكن في المسجد أجرها عظيم أجرها أكبر في المسجد أجرها أكبر يعني ممكن أن نصلي صلاة الجماعة في المدرسة أو في البيت أو في مكان العمل أو أي مكان آخر مناسب ولكن في المسجد أجرها عظيم أكثر طبعا كيف نصلي صلاة الجماعة؟ إذا كان موجود رجال وأولاد ونساء كيف نصليها يا خامس؟ يصطف الرجال والأولاد في الصف الأول وتصطف النساء في الصف الثاني يعني في الطبور الأول الرجال والأولاد وراهم بيجي إيش النساء في الصف الثاني ولازم نسوي صفوفنا يعني تكون الصفوف متساوية منتظمة كذلك متابعة الإمام وعدم صبقه بشيء من أعمال الصلاة يعني الإمام إذا كان قاعد بيقرأ قرآن لازم أنا أقرأ في سري قرآن معه إذا سجد إذا ركع عفوا بركع بعده إذا سجد بسجد بعده ما بسبق الإمام في هذه الأشياء يعني أنا ما بركع قبل الإمام لا ما بيسير لا يجوز إذا متابعة الإمام وعدم صبقه في شيء من أعمال الصلاة إذا تعرفنا على صلاة الجماعة شو هي صلاة الجماعة؟ إذا صلاة الجماعة هي صلاة طبعا يؤديها المسلم صلاة الجماعة صلاة يؤديها المسلم مع مجموعة مع مجموعة أو شخص أو شخصين فأكثر ويحرص المسلمون على صلاة الجماعة قلنا لأن لها أجر وتفضل عن صلاة الفد ب27 درجة وحكينا يا خامس إنه وين ممكن أني أصليها؟ في البيت، في المدرسة، في مكان العمل، في أي مكان مناسب ولكن لها أجر أكبر في المسجد كيف بنصليها؟ إذا كان موجود رجال وأولاد ونساء الرجال والأولاد في الصف الأول بعدهم النساء في الصف الثاني وأسوي الصفوف يعني أنظمها كذلك عدم صبق الإمام بشيء من أعمال الصلاة طيب، عندي هون أداب صلاة الجماعة من يحكي لي شو أداب صلاة الجماعة؟ ألتزم الأدب والهدوء وعدم إذاء المصلين في عندي كمان مثلاً أداب صلاة الجماعة عدم صبق الإمام في أعمال الصلاة شو كمان؟ هل هناك نقطة أخرى؟ نعم اللي هي التزم الأدب والهدوء وعدم إذاء المصلين كذلك تسوية الصفوف تسوية الصفوف إذن من أداب صلاة الجماعة تسوية الصفوف عدم صبق الإمام في أعمال الصلاة والتزم الأدب والهدوء وعدم إذاء المصلين إذن هيك بنكون تعرفنا على صلاة الجماعة وكيف بنحافظ عليها؟ وليش لازم نحافظ عليها؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفدي ب27 درجة هذا الحديث يا خامس بنحفظه وسهل هذا الحديث بنحفظه